بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقه إلا بالله عليه توكلته عليه ونيب بعد ما عملنا فيديوهات إعادة دهان الحواط وفيديوهات تأسيس الجدران جات لنا سئلة كتير من إخواني المبتدئين ومن أخوات ربات البيوت إحنا لو عندنا ببان أديمة ببان عايزين نعيد تجديدها من تاني هندينها إزاي هنشتغلها إزاي لازم تكمل فيديو للنهاية لأن جميع الخطوات والمراحل بتكمل بعض باب زي كده هنبدأ أننا نضفه بسكينة معجوم زي ما أنا شغال ونصنفره أي رايش أي حاجة زيادة هنبدأ أن نضفه كده بسكينة وحط الصنفرة رقم مية وعشرين طبعا إحنا جايبين يعني ايه يعتبر أسوأ حاجة موجودة بحس أن بعد كده لو الخشب عندك أنضف من كده واحسن من جده هتقلل في الخطوات شوية تمام حاجة زي كده متكسرة هنبدأ نشيلها حاجة زي كده بايزة واللي موجود معنا ده معجون ده معجون حديد والأنبوبة ده مصلب لونه أحمر هنشوف طريقة شغله إزاي نبدأ ناخد قطع بسيطة من معجون ونبدأ نضيف حاجة بسيطة من اللون الأحمر اللي هو اللي كان في الأنبوبة اللي احنا فضلنا منها على غطى الاستوغل غطى العلم ونبدأ نقلبها ونبدأ نشتغل ده ممتاز جدا جدا في الحاجات اللي هي المتكسرة الثقوب التشققات الحاجات اللي هي اللي زي كده زي ما نشغل ما شاء الله ممتاز جدا جدا وبيملأ حلو وبيبقى هو الخشب قطعة واحدة بالظهر ممكن نسحب بسحب كامل عادي وممكن برضو ندي الحاجات اللي هي اللي زي كده ولكن برضو في معلومة مهم عايزين نركز فيه ما نفعش اننا نخلط المعجون كله بالمصلب كله اللي هو اللونه أحمر لا احنا ناخد قطعة بقطعة حتة معجون بحتة معجون ونقلبها ليه لانه بينشف بسرعة بينشف خلال مثلا دقيقة أو دقيقتين يعني بس سريع حاجة زي كده مثلا بايزة بابدأ ان انا ايه اديها معجون لو في حاجة برضو مش واضحة نشوفها في التعليقات عشان خاطر نقدر نوضحها اكتر حاجة زي كده مسلا فيه علو وواطع عندي في الخشب بجيب قطعة ازاز واهم عاجة خلي بالك عشان ايديك بس ايه ما تتجرعش وابدأ ان انا ايه اقشط زي عملية اقشط للزائد وبابدأ اديها معجون خلاص كده ايه تمام كده المعجون نزبط الشغل معايا وبقى زي الفن اما حاجة احنا بنسحب معجون في الستوك بالذات معجون الحديد لما بينشف بيبقى شديد فحاول ما تخليش في زيادات عندك الحاجة تتسحب معجون صح لان الزيادات هتتعب معك في الصنفرة بعد كده برضو زي ما احنا شايفين بيعالج برضو حاجات غوطة في حرف الباب زي كده ده ما مش هيزبطها غير معجون الاستوك او معجون الحديد حاجة زي كده برضو بايزة احنا هنزبطها طيب اخواني المتواجدين في الدول العربية اللي ما يعرفوش الخامات اللي ما شغال بيها تاخد الفيديو وتروح لمحل الصباغة او باع الصباغة اللي موجود عندك وتسألوا الخامات دي انا عايزها هو بدوره هيقدر يتضلع حوالك بامر للموضوع بسيط جدا وسهل احنا بعد كده بقى ان شاء الله هنبدأ نعمل معجون معجون لكيه هنسحاب معجون لكيه طبعا الباب ده موجود عندي في الورشة فاحنا جبناه في الورشة عشان خاطر ايه نبدأ اننا نصوره وحضراتكم تشوف طريقة شغل ازاي نجيب برضو صنفر رقم مئة وعشرين وهنبدأ نصنفر الباب ونبدأ ان ننفضه منه الطراب عشان خاطر يبقى جاهز للمعجون المعجون اللكيه ده دهان موجود عندي دهان مطفي على لامع هنبدأ اننا نخلطه بالمنازمة ممكن يتعامل باي لون يعني انا عاملته باللون ده ممكن يتعامل باي لون متوفر عندك عايز تعمله بمطفي فقط هينفع عايز تعمله بلامع فقط هينفع عايز تعملهم على بعض مطفي على لامع ماشي ده دهان زيت والبودرة اللي موجودة لونها ابيض ده زنك بنجيب زنك وحاول تجيب زنك يكون نظيف درجة اولى ونبدأ ان نفضي البوية زي ما احنا قلنا اي لون مش شرط لنا لا شغال بيه وبعد كده هنفضي شوية نفط اللي في جيركن ده نفط برضو زي ما احنا قلنا نفط حاته كويس وقليل من المياه نفس الكيمية ده انا فضيتها بالزبط في الفيديو وهنبدأ نقلب لو احنا قلنا كمية اللي احنا هنجيبها مسلا ايه قد ايه الكمية الدهان نفسه يبقى نص كيلو معجون ستوك ان شاء الله يكفي معايا باب زي كده ده لو بايز مسلا تمام نص كيلو زنك او كيلو اللي ربع زنك على حسب الباب بايز خالص جيرك النفط كيلو لامع كيلو مطفي كيلو لامع كيلو مطفي هنبدأ ناخد من هم شوية ونعمل المعجون اللي انا شغال به وبعد كده هيفض معانا للبطانة هاول ويش وهيفض معانا للتشطين يبقى ده ان شاء الله الكمية اللي احنا ممكن نستخدمها في الباب في اي باب عموما يعني كده احنا عملنا المعجون وهنبدأ نشتغل به لو عملت المعجون بنفس النسب اللي انا قلتها بالزبط هتبقى النتيجة ان شاء الله هتمشي معاك المعجون حلو هتاكلنها زي المرهم بالزبط حاجة ما شاء الله جميلة هتبقى سهلة في سحب المعجون وهنشوف في الفيديو كده قطعة كاوتش كده ايه معايا طبعا انا مقطحها وموجودة في فيديو الهمر فنش لاللي يحب يشوف طريقة الططحة ازاي برضو فيها برضو اه احنا عملنا معجون لكي على دينا بنبدأ نعمل جماعة الافريز اهم حاجة يكون في نظام يكون في نظام في المعجون وفي الدهان بمعنى ان احنا هنعمل الافريز الداخلي وهنبدأ نعمل المربع الداخلي وش معجون تمام برضو في الدهان هيكون نفس الوضع نفس النظام ده بالزبط وبعد كده بنعمل العظم الخارجي للباب اول وش ده هنسحبه مسلا وليكن عرض وتاني وش هيبقى طول طبعا ممكن بقى حضرتك تسألني وتقول لي يا عمي انت تعب نفسك ليه ده كله انا الباب عندي نضيف انا الباب عندي شكله حلو خلاص ما فيش مشاكل شكله حلو ما تعملش كل الخطوات دي كلها احنا بندي اسوأ الاحتمالات احنا بندي كل المراحل بحيث لو عندك باب زي كده هتعمله باب عندك نضيف قلل الخطوات كفاية مسلا معجون ستوك فقط على قد الحاجات البيضة كفاية حتة معجونة منديا مثلا على قد الحاجات اللي محتاجة مثلا خلاص باب عندك حلو مش محتاج اي نسبة معجون كفاية تدهينه بس وش واحد فقط مضاء بإذن الله سهل وبسيط وحاول دائما انتركز وانا شغال انا شغال ازاي عشان لما تيجي تشتغل في الباب عندك تشتغل زي ما انا شغال بالزبط ان شاء الله لو شغلت زي ما انا شغال بامر لها شغل هيطلع معك حلو بعد مسلا وليكن ساعتين بنبدأ نسحب اتجاه تاني ساعتين تلات ساعات مسلا بنبدأ نسحب في الاتجاه تاني نسحب اول وش طول تاني وش بيتسهب عرض ولكن لو هنصنفر الصنفرة بتكون تاني يوم ما انفعش الصنفر في نفس اليوم ده بيصنفر تاني يوم طب برضو في حاجة مهمة جدا دايما انا بتسئل من اخواني الجزائريين والمغربة واخواني التونسيين واخواني برضو في العراق احنا ما عندناش زنك هنعمل ايه البدرة اللي ما قولنا دي مش عندنا هنعمل ايه هنقول دلوقتي ده كده صنفر رقم مئة وخمسين ونبدأ نصنفر زي ما احنا قلنا تاني يوم تمام جميع الشغل والافاريس هنجيب ايه احنا هنجيب معجون لون دوي اللي هو معجون الجدران وهنبدأ نضيف عليها شوية دهان مطفي زيت ما يكونش مخفوف زيت شوية يعني مثلا ولياكل لو قلنا الكمية هنقول مسلا كيلو معجون لون دوي مضاف اليه ربع كيلو مطفي بوية تمام نبدأ نقلبه ونشتغل ان شاء الله هيطلع باذن الله نفس النتيجة ده لو ما عندكش زانك وما عندكش قدر تعمل امكانيات المعجونة دي ده كده دهان رصاصي موجود عندي في الورشة ده نصف لامع ونصف لامع ده اول وش هتكون من نصف الكمية مطفي ونصف الكمية لامع تمام وهنبدأ نعمل ايه هنبدأ نشتغل بنظام هنبدأ نعمل الداخل الاول زي ما نشغل كده بالفرشة وبعد كده تصبيع طول وبعد كده هنفرض عرض وهنمس مسه بالطول ده كده جميع الداخلي ده لو ما عندكش رولة وعايز تشغل بالفرشة فقط هتبقى بالطريقة دي نعمل الداخلي وبعد كده الخارجي تمام طب دلوقتي عندي رولة هبدأ اعمل الداخلي زي ما انا شغال بالفرشة وبعد كده بالرولة برضو تصبيع طول وبعد كده هنفرض عرض ونمس طول. كده بأمر له الموضوع بسيط وسهل. طبعا برضو اكيد هتسألنا برضو وتقول لي انت اللون ده انت مدربتوش. طبعا لو عايز مسهل لون زي كده عمله ازاي? انت هتراه عند الموان. وموجود عنده جميع الالوان. بتقول له انا عايز لون كزا هيجيب لك. اي لون عندك عنده عنده ابيض عنده الوان كتير بتقول له وهو بأمر له هيجهزه لك. فيه منه مطفي وفيه منه لامع. بعد ما بنعمل الداخلي بنبدأ نعمل الشرائح اللي بالعرض اللي موجودة دلوقتي. نعمل اللي بالعرض كله افقي وبعد كده رأسي اللي هو الشرائح اللي بالطول او العظم اللي بالطول. تمام. طبعا ما ننساش حرف الباب من اليمادي واليمادي. وبرضو بعد ما نخلص الباب ظهر ووش الباب بنبدأ بعد كده نعمل حل حل الباب. وبالمناسبة باب زي كده انا ديت وش واحد عشان ما طاولش على حضرتك. ده لازم وش تاني بعد منه. الوش تاني هيكون مسلا لو محتاج حاجة بسيطة معجون ما فيش مشاكل ادي له معجون لقيت الباب حلو بتبدأ تدي له وش تاني على طول. عايز تدي له لامع ماشي نصف لامع ماشي. ده براحتك. ونسبة التخفيف الكيلو هيكون عليه تقريبا حوالي خمستاشر او عشرين في المية نفط او بنزين. وباب هياخد كيلو في الوش. يعني وش وضهر كيلو. وبرضو في الوش التاني كيلو وممكن تقل لحاجة بسيطة لان المعجون شرب الدهان وبقى كويس. تمام. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل اعجاب وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل اي اي جديد. ولو في اي حاجة احنا مقلنهاش نشوفها في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.